السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم طبعاً رح نحكي بالحركة المفصلة لليوم الاثنين 24 نيسان إبريل القمر اليوم رح يكون موجود بالجوزاء في ساعات تقريباً ننقل المساء بينتقل وبصير في برج السرطان يعني عنا انتقال أيضاً اليوم في عنا ذروة لزاوية وعنا شرح لمعض التأثيرات اللي بتأثر هاي الزوايا كيف بتأثر على الأبراج يعني ما نعطي امتلع هذا الموضوع القمر الآن موجود في برج الجوزاء طبعاً هو موجود في منزلة الهنعة اللي هو مساء اليوم الأحد ورح يظل في منزلة الهنعة لغاية الساعة 47 دقيقة من مساء اليوم الأحد وهي منزلة اللي قلنا إنها لا تصلح إلا للأمور اللي إلها علاقة بالمحبة والخير والقبول الساعة 47 دقيقة من مساء اليوم الأحد القمر رح ينتقل لمنزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 57 دقيقة مساء من مساء اليوم الأثنين بتوقيت جرينيتش بعدها بده ينتقل القمر لمنزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج يعني تقريباً بنقول إنه هو داخل على مرحلة أو على وجود إيجابي من ناحية المنازل بكل الأوقات القمر الآن موجود في برج الجوزاء يعني ما زلنا لغاية ساعات المساء بننشط باتصالاتنا نشعر بأنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية طبعاً جميع الأبراج لأنه إحنا بنكتسب من صفات البرج اللي القمر بيكون موجود فيها يعني بيأثر علينا من صفات هذا البرج فعشان هيك اليوم منلاقي إنه نشاط كثير بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد بيصعب تصديق كل وعد أو كلمة قال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا أيضاً الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعاً أول زاوية رح نحكي عنها اللي هي زاوية التزديس الإيجابية اللي بين المريخ وبين أورانوس طبعاً هاي الزاوية حكينا ذكرنا إنه بدأ تأثيرها من يوم أمس ثلاث وعشرين ورح يستمر تأثيرها لا يوم سبعة خمسة وهاي زاوية إيجابية بين كوكب عنيف جداً اللي هو المريخ وما بين أورانوس اللي بيجينا بالمفاجآت عشان هيك هاي زاوية طبعاً هي ذروتها يوم تسعة وعشرين أربع ساعة ثمانية وأربع دقائق مثلاً المريخ بعطينا الشجاعة وبصير عنا قدرة عاتخاذ قرارات حاسمة في حياتنا وبزيد أو بزيد من إصرارنا وشجاعتنا ومن المجازفة والسرعة أيضاً طيب أورانوس هيك إحنا شوفنا المريخ هو اللي طاغي بالقوة تاعته طب أورانوس شو بده يجيب أورانوس رح يجيب شغلات مفاجئة إلها علاقة بالمكاسب وإلها علاقة بقدرتنا أو ردات فعلنا أو الأشياء اللي إحنا ممكن نتفاجأ فيها من أنفسنا بردات الفعل هاي بتدل على نشاط أكبر في الرحلات الجوية بتزيد من مداخيل الخطوط الجوية اهتمام الدولي بتطوير الأسطول الجوي أو العسكري أو الاهتمام بمجالات إلها علاقة بالمجال اللي بيتعلق بالاتصالات والمواصلات والعسكر وفيه بصير فيه نوع من أنواع التطوير على قطاع الصناعة تطوير بإدخال تقنيات جديدة ماكنات جديدة يعني اختراعات جديدة للعلاقة في هذا المجال وبرضو بيتمتعوا الناس بحرية أكبر في التعبير وبيحققوا ذوي القطاع الخاص أرباح مهمة بفضل مجهودهم ومتابرتهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية اللي بين المشتري وبين بلوتو طبعاً في صديقة سألتني وقالت لي أنه طيب بالنسبة للأبراج يعني أنا برج العقرب هذا الإشي إيش بأثر علي الآن رح أشرح بعد ما أخلص هاي الزاوية وتأثيراتها رح أشرح إيش تأثيراتها كيف تنحسب على الأبراج بالنسبة لزاوية التربيع السلبية اللي بين المشتري وبين بلوتو طبعاً حكينا أنه هاي تأثيراتها مستمرة لغاية 22 ستة طبعاً هي ذروتها يوم 18.05 في تمام ساعة وحدة وتسعة دقائق فجراً بتوقيت جرينيج بما أنه المشتري معناته الحظوظ وبما أنه بلوتو هذا الكوكب اللي بيشيل كل إشي بيبدأ يبني من أول وجديد وبيجي بشغلات أو قرارات عنيفة جداً وممكن تكون مؤذية ومؤلمة بالنسبة لأنه طيب هاي بالدل على خسارة مالية ظهور عقبات غير متوقعة المستوى المادي والاجتماعي علينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا الوضعية المادية وضعنا إحنا ممكن يتضرر بشكل خطير إذا ما انتبهناه أما دولياً فهي بتدل على تحولات اقتصادية خطيرة ممكن تضرر بخزينة البلاد أو دول ما ممكن يقع اضطراب في القطاع الاقتصادي المالي بخصوص نوع من أنواع التراجعات في المداخيل أو البنوك أو المؤسسات المالية بشكل يصعب التحكم فيه برضو بتدل على وقوع أزمة على المستوى العقائدي وبالخصوص الأمور اللي إلها علاقة بالدين والمذهبية والطائفية والأمور هاي وبرضو ممكن تقوم بعض الجماعات المتطرفة أو الإرهابية بعمليات تخريبية ممكن تقع تفجيرات أو حرائق من طرف أيدي خفية هدفها إنها تزعزع استقرار البلاد أو ممكن يتم اغتيال شخصية هامة أو أحد رجال الدين في ظروف غامضة وهناك احتمال وقوع لها بعض الكوارث الطبيعية كالحرائق الغابات تحديداً أو الأمور اللي إلها علاقة بالزلازل وخصوصاً في الدول التي تقع على خط الزلازل أو تجدد نشاط بعض البركين يعني دائماً إحنا في التحليل منأخذ كل الإحتمالات اللي تتعلق بالكوكبين ومندمجهم مع بعض على أساس نطلع بإيش ممكن يصير من هدول الكوكبين لما يعملوا زاوية إن كان إيجابية أو إن كان سلبية طيب إيش زي هاي الزاوية مثلاً إيجينا وقلنا عنها اللي هي زاوية التربيع بين المشتري وبين بلوتو فإيش تأثيرها وخلينا يكون إيجابية عن السؤال ومنأخذها على سياق على جميع الأبراج بنفس الطريقة يعني إنتوا حللوها بنفس الطريقة بتطلعوا بإيجابية شبيهة لو إيجينا وقلنا برج العقرب طيب أول إيش بلوتو وين موجود؟ بلوتو موجود بالبيت الرابع بالنسبة لإلوه طيب هاي أول مبدأ للتحليل البيت الرابع معناته أمور إلها علاقة بالبيت إلها علاقة بالعائلة إلها علاقة بأحد الأبناء إلها علاقة بأحداث بالمنزل خراب أعطال مفاجآت أشياء يعني بتحدث بدون سابق إنذار ومنجد إنه في كثير من الجو المشحون والكل بكون معصب وردات الفعل بتكون عنيفة وممكن يتخذ قرارات إلها علاقة بالعائلة تكون مفاجئة هذا الباب الأول طيب نيجي برضو للعقرب ومنحسب إنه طيب الآن بالنسبة للمشتري آه وين موجود؟ لهو زاوية التربيع متشكلة معه بالنسبة للعقرب هو موجود في البيت السادس وبما إنه في البيت السادس ورح تضل الزاوية هاي متشكلة لغاية ما يدخل على بداية البيت السابع ولكن بالبداية منوخ التأثيرات على البيت السادس لأنه لسه ما وصل للبيت السابع فعشان هيك البيت السادس إله علاقة بالعمل وإله علاقة بالصحة فهنا بنلاقي إنه الاضطرابات اللي بتصير عند موليد برج العقرب هي أمور إلها علاقة ببرج الحمل تحديدا اللي هو بتركز موضوعه على منطقة الرأس وبتركز إله علاقة برضو بضغط الدم بتركز بالعيون يعني بمنطقة الجبهة أو بمنطقة الرأس إجمالا فمنجد إنه موليد برج العقرب ممكن يصير عندهم تصاقط شعر ممكن يصير عندهم مشاكل بالأذنين أو بالسمع ممكن بالعيون ممكن يعانوا بالصداع مثلا ممكن يصير عندهم أشياء لها علاقة ب الأمور الصحية إجمالا يعني برضو ما بنوخذها كعقرب لحاله لأنه ممكن هذا الشخص يكون طالعه إشي ثاني يعني بيكون بمكان آخر لإله فمعناته مش كل موليد برج العقرب رح يتعبه صحيا أو كل موليد برج العقرب رح يصير عندهم مشاكل في البيت ممكن يكون التركيز على العمل ممكن ينتهي عملك أو يفشل عمل معين أو تخسر عملك أو يصير مشاكل بينك وبين أحد زملائك أو أحد زملائك يتسلط عليك أو يتسلق على كتافك ويوخذ مكانتك يعني بتتاخذ بكل التحليلات على حسب الشخص هو شو شغله شو حياته طب ممكن ربت بيت طب ربت البيت بنا نيجي نقولها العمل في الشركات وزملاء ما في الشي هي ربت بيت لا هي بتتاخذ على عملها في داخل بيتها إنه بصير ممكن زوجها يصير فضولي بده يتدخل بشغل المطبخ بده يتدخل بشغل البيت بقرارات البيت فهو هيك صار بده يصير زميل أو شريك لإلها وبده يخرب عليها بمملكتها فهونا ممكن تنبع خلافات وهي ما تستقبل أساساً أنه يتدخل بهذا الموضوع ممكن الموضوع يصير إلو علاقة بالوضع الصحي ممكن يصير الإشي إلو علاقة بالصداع ممكن يصير الإشي على علاقة مثلاً اثنين موظفين بيشتغلوا واحد بيحب موظفي مثلاً بمكان العمل أو واحد أو العكس يعني هم موظفين بيحبوا بعض يصير خلاف ما بينهم وتنتهي العلاقة ما بينهم بشكل عنيف ويكون في بعض الكلام والتلسين والأمور اللي زي هيك يعني التحليل دائماً بده يتاخذ برجك وطالعك واثنين انت شو بتشتغل انت شو حياتك يعني انت بتتركز على إيش عشان تعطي الجواب بقوته أو بتحليله الصحيح مية في المية بكل بساطة دائماً بتأخذ الكوكب هذا شو تأثيره والكوكب هذا شو تأثيره بعدين الزاوية هاي شو رح تعمل على هذا الأساس انت تبدأ بعملية التحليل طبعاً هي أنا جبت لك يا بشكل مفصل احنا بنحسب آلاف الأشياء الدرجة والدرجة وقوتها وسعادة الكوكب ونحوزة الكوكب وزوايا أخرى بشكلها ولا لا يعني مثلاً يجينا وانا مثلاً بلوته مع المشتري ولكن برضو عنا بلوته نفسه مع الشمس فهون ضغط على الشراكة المالية والشراكة العاطفية ونزل الطاقة وخلى في حدية وردات فعل وعصبية وإلى ما للنهاية وممكن يعمل عملية انفصال أو طلاق بشكل رهيب عند موليد برج العقرب فعشان هيك دائماً بتتأخذ التحليلات بكل جوانبها إن شاء الله أني أنا أكون وفقت وإذا في أسئلة شبيهة لهيك أو سؤال على هذا الموضوع أو تعقيب أو شرح لشيء أنا سهيت عنه مثلاً وأنا مش منتبه اكتبوا ليه في التعليقات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع رح تكون ما بين الشمس وما بين بلوتو وهاي الزاوية الثانية اللي إحنا حكينا أنها متشكلة ولكن هي أوشكت على نهايتها طبعاً هي تأثيراتها مستمرة لغاية 28 أربعة طبعاً قلنا أنها بتنتهي ذروة الزاوية المنفصلة المؤثرة بقوتها يوم 24 أربعة ولكن رح تظل مستمرة لغاية يوم 28 أربعة بسبب هاي الزاوية بتثور أعمال عنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن بتعزز التسلط عند البعض بحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين تضع عقبات في طريق نجاحهم بتسبب لهم عدوات خفيفة كما بتزيد من حدة الشهوة وممكن تضر بالصحة يعني ممكن تسبب إما أمراض صعبة شوي ولكن بدأت المراحل هاي تنتهي ولكن هي مراحل الاستشفاء من الأمراض هي اللي بتظلم سيطرة بتدل على وجود مؤامرات ضد حكومة ما سواء داخلية أو خارجية وقيام الحكومة بالتعبية ضد بعض الجمعات الإرهابية اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار هناك احتمال وقوع حوادث لها علاقاء بالحرائق أو الظواهر الطبيعية مثل الزلازل والبركين والأمور التعرية عما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين زحل وهاي طبعا مستمرة تأثيراتها لغاية يوم ثلاثة خمسة طبعا ذروتها يوم خمسة وعشرين أربعة ساعة عشر وسبعة واربعين دقيقة ظهرا بتتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وقدرة على تحمل المسئولية تمنعنا القدرة على السيطرة على الذات والمثابرة والجدية والفطنة والحسب الواجب وبرضو ممكن تساعدنا على النجاح في أمر ما وبتدل على أرباح عن طريق المعاملات العقارية بتحقق نجاح في العمل والعلاقات مع الآباء بتصير جيدة بتدل على اهتمام الحكومي بمؤسسات الدولة وكذلك الصناعات الثقيلة وقطاع الفلاحي وقطاع التعدين والمناجم واستقرار في أمور البورصة والقيام أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اليوم ذروتها هاي زاوية التزديس إيجابية ما بين عطارد وبين المريخ وطبعا هاي مستمرة تأثيراتها لغاية يوم ثمانية وعشرين أربعة ذروتها اليوم ساعة ثلاثة وثمانتاشر دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش طبعا برضو هاي بدي أعاقب عليها لأنه في شيء أو حدث معين صار يعني منضيفه لهاي القائمة لأنه احنا بنذكر الزاوية بشكل عام ولكن لأن عطارد بدأ بالتراجع بدنا نحكي شو هي إيجابية ولكن سلبية عطارد في تراجعه شو بتسوي عشان تسقطوها على واقع يعني عادة عند حدوث هذا الاتصال الإيجابي بين عطارد وبين المريخ لها زاوية التزديس بيسود شعور عام بالوئام فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين بتعزز العلاقات مع أحبائنا بتشجعنا على القيام بالمبادرات بتزيد من نشاطنا الجسدي والفكري ابتمنحنا المهارة اليدوية والدقة والسرعة في أداء الأعمال بتدل على اهتمام وسائل الإعلام والصحف والجرائد ركزول على هذه النقطة اهتمام وسائل الإعلام والصحف والجرائد بسياسة البلد العسكري وتطوير مستوى الجيش وتحسين أوضاع العسكر ورجال الأمن وممكن تشهد هذه الفترة تزايد تنقلات الجيش من مكان لآخر في نفس البلاد كما أنها بتركز الصحافي على قطاع الصناعة وتحسين أوضاع العمال والقطاع الصحي في البلاد وكذلك اهتمام أكثر بالميادين الرياضية وتنظيم الألعاب والمباريات والمواسم الرياضية أخذتها هذه النقطة خلينا الآن نركز على بعض النقاط فيها ونحللها بطريقة شوي تفصيلية أكثر وبشرح في تمعون أكثر احنا قلنا عطارد له علاقة بالاتصالات والمواصلات يعني له علاقة بالإعلام والصحف والجرائد بشكل قوي المريخ له علاقة بالسياسة والجيش والعسكر والعنف والمشاكل والتفجيرات والحرائق والعمليات العسكرية وإلى ما النهاية ماشي من المفروض أنه هدولة الثنتين يجتمعن مع بعض زاوية إيجابية معناته بدهم يعطونا أشياء إيجابية لها علاقة بالأمور اللي ذكرناها طيب عطارد لما بتراجع شو بيخلي؟ بيخلي كذب في الإعلام وكذب في الصحف وكذب بالجرائد ونفاق بسياسة البلاد العسكرية وتطوير مستوى الجيش وتحسين أوضاع العسكر ورجال الأمن شفتوا كيف بيّنت الأمور صح؟ أعتقد أنه هيك لو ركزتوا فيها مظبوط بتلاقيوا أنه آه والله هاي الفترة الماضي كثير هاي الأمور آه آه لا هسه بيّن ليش إلها يعني بيّن ليش شو معناها طيب اللي بدي يقول لي لا ما بيّنش شو معناها معناته لا أنا بقدرش أشرح بس إذا بتعرف حد من أهل مصر اسأله وقوله شو اللي صار عندكو بالفترة الماضي هو بشرح لك بس مش راح أحكي أكثر من هيك طيب بالنسبة لتنقلات الجيش من مكان لآخر وقولنا إنه في زاوية إلها علاقة بالاغتيالات طيب معناته تنقلات الجيش من ربطها مع أحداث إلها علاقة بالاغتيالات معناته هي خوف أو رهبة من اغتيال أو محاولة اغتيال فانعكس موضوع الجيش وصار فيه تنقلات بشكل سلبي جدا وسريع جدا وفوضوي هاي أمر كمان طيب هنا الصحف تحديدا أي شيء يقال من الصحف والإعلام والجرائد في خلال الفترة القادمة طالما هاي الزاوية متشكلة وبعد ما تنتهي لأنه عطارد بيتراجع حطوا عليه مئة ألف علامة استفهام ويعرفوا إنه المقصود من أمور غير الحقيقة ماشي؟ كمان ولا ما نغوطش أكثر بكفي هي خلينا خلاص بكفي بكفي بلاش ندخل أكثر في أمور إحنا بغنى عنها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين المشتري وهاي راح تكون ذروتها الساعة 48 دقيقة صباحا بتوقيت جرانج ونهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومن حاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم أعمال إنسانية وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية وبتمنحنا العطف والمودة وبتمنح ذا بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاح بالأمور المادية كما بتساعدنا في التعرف على أشخاص دون نفوذ تمنحنا تقدير رؤسانة بتدل على حالة من الاستقرار والأمن والتفاؤل والرأية العام للمجتمع وزيادة في مدخيل المؤسسات المالية والبنكية ونجاح في العلاقات التجارية والدبلوماسية تجاري والدبلوماسية المبرمة في هذا اليوم يعني فيه أشياء إيجابية وهذه الزاوية تأثيرها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء معناته فيه مفاوضات رح تظهر بشكل نشط جداً خلال هذا اليوم لحل موضوع ما أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهنا منحكي عن الخيال نحكي عن الأوهام نحكي عن الوسواس بتكوا تركزوا زاوية التربيع السلبية هاي رح تكون الساعة 12 و 14 دقيقة ظهراً يعني بمنتصف اليوم يعني طيلة اليوم تأثيراتها موجودة بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بتسبب للبعض ولكن هي رح تكون نسبة عالية جداً اللي هم أشخاص بيحسوا بالاكتئاب بتدفعهم للإهمال عدم الاستقامة والنزاهة في تعاملاتهم برضو بالدل على استيار الرأي العام من جدل حول بعض الأمور الدينية والعقدية والطراف في أسعار بعض السوائل أو البنزين أو تراجع مردودية الصيد البحري والمبادلات البحرية وهناك احتمال وقوع أمور إلها علاقة بالتسمم الغذائي بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ ساعة 12 و 14 دقيقة ظهراً بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 6 و 57 دقيقة مساءً بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر لبرج السرطان يعني هاي الفترة اللي احنا ذكرناها فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو قطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 6 و 57 دقيقة مساءً بتوقيت جرينيتش خلاص القمر بيكون انتقل هيك واستقر في برج السرطان عشان يكم نشعر بقوة العاطفة من حول خلق جو من الأمان إنه لا أحباناً يعني ابتداء من ساعات المساء من ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات من أشخاص ممكن يضرفوا الدموع وخصوصاً إنه زاوية اللي ما بين نبتن والقمر متشكلة يعني كثير أشخاص رح يتذكروا الماضي وقصص من الماضي والأمور اللي زي هيك عشان هيك أمور الاكتئاب بتكون واضحة أكثر والحساسية تاعتنا بتكون أكثر ممكن اللي زي ما حكينا ذكريات يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشربنا لأنه بالفترة هاي بنشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب الانتقادات الغير اللي هي إنه ننتقد الغير لأنه بتكون حساسيتهم عالية وفي أوجها وممكن إنه تتطور بشكل سلبي بوسعنا الاهتمام بالمسال اللي لها علاقة بالعنقرات ترتيب صيانة ديكور مثلاً أو حتى الأمور العائلية وبوسع زراعة نبتة ما أو شجيرة أو الانتباه لأطفالنا أو قضاء وقت ممتع في البيت طيب بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اليوم الأكثر حساسية من الآن ولغاية ساعات المساء عنا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي أنا فيه بالشعب الهوائية والرئتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل طبعاً بما أنه جهاز التنفسي وشعب الهوائية وهو العلاقة بالجوزاء والجوزاء عنده الزهرة وهي بمنزلة احنا منسميها محترق لأنه بشكلش أي زوايا خلال هذا اليوم فمعناته هنا من نقول للأشخاص اللي عندهم حساسية الربيع أو التحسس الرأوي أو العيون أو الأمور اللي إلها علاقة بحساسية الربيع ينتبهوا بشكل كبير خلال هذا اليوم لأنه هذا الإشي رح يزيد درجة فبتكون تنتبهوا من هاي الأمور اللي بأخذوا الأدوية مثل الإيرياس أو أي أمور أنت يستمين أو قطرات العيون اللي إلها علاقة بالحساسية يلتزموا فيها بشكل قوي على أساس أنه يعني بحاجتها بيكونوا واللي بشعروا بأي أعراض يعني زيادة عن اللزوم يراجعوا الأطباء أما من ساعات المساء فهون الأعضاء اللي بتصير في جسمنا وخصوصا اللي هي بعد المغرب تقريبا المعدة، الكبد، الصدر، الغشاء المخاطي، المبيض، الرحم، المهبل، الثدي غشاء الجنب والصفاق، الجهاز اللنفاوي وعظم الصدر هذولا اللي بصيروا أكثر حساسية فبرضو هذولا من ساعات المساء والأيام القادمة راح تكون هاي الأعضاء الأساسية طبعا بالنسبة للعمليات الجراحية بما أنه فترة خلوم مسار راح تيجي يعني تبدأ من ساعات الظهر لغاية ساعات المساء فهي العمليات الجراحية اللي في مجال أن نأجلها من أجلها فيش مجال نأجلها من أعمالها ما في أي مشاكل لأنه أساسا هي مراحل زي ما حكينا اكتمال وبداية هلال فما في خوف من أمور النزف ولكن العمليات اللي مثلا اللي بتكون حساسة أو بدها دقة أو بدها أمور زي هيك لا هذه يعني أنا بفضل مش في فترة خلو المسار تحديدا بالنسبة لهذا اليوم زي ما حكينا يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن وأيضا الجراحة ولكن بعد عم فترة خلو المسار يصلح لهذا اليوم لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي ولكن لا يصلح لزالة الشعر الزائد في بعض الأسئلة مثلا بقول لك أنا بدي أعمل عملية عملت عملية تجميل ولكن بدي أعمل ترميم لأنها فشلت العملية بتنصحني في هذه الفترة طبعا لا ما بنصح في هذه الفترة وخصوصا الأمور الحساسة بأثر كمية الزوايا السلبية اللي موجودة تراجع عطارد أيضا اللي بتراجع في مكان إلو علاقة بالتجميل اللي هو البرج الثور فعشان هيكي بحط علامات استفهام على العمليات التجميل وتعتبر مجازفة وخصوصا لموليد برج الجدي ده أنه هذا البيت الخامس بالنسبة لألهم وأيضا موليد برج الثور وهذا بيئتهم الشخصي موليد الجوزاء وموليد العذراء هذول الأشخاص يعني أنا ما بنصحهم نهائيا بالعمليات الجراحية خلال اللي هي الفترة من الآن ولغاية 15-50 أما بالنسبة لخلو المسار القادم طبعا القمر بما أنه رح يكون موجود في برج السرطان من ساعات المساء معناته خلو المسار القادم هذا خلو مسار شوي بدنا نعتبره بيجي على يومين فعشان هيك هو بيبدأ مساء يوم الأربعة 26-4 ساعة 11.40 دقيقة مساء بتوقيت جرينج وبيستمر حتى اليوم التالي حتى صباح يوم الخميس 27-4 الساعة 26.29 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمره أربع أيام في تمام الساعة 5.45 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بصير عمره خمس أيام نسبة الإضاءة بتصير 23% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم 21-5 منتحسة الآن بنسبة 10% في ساعات منتصف الليل بتصير سعيدة بنسبة 10% في ساعات العصر بتصير سعيدة بنسبة 20% القمر في الجوزاء وبدو ينتقل للسرطان ورح يظل في برج السرطان لغاية يوم 27-4 والآن سعيد بنسبة 45% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 10% في ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة 30% في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 15% عطارد في الثور حتى بيتراجع حتى يوم 15-5 منتحس بنسبة 40% الزهرة في الجوزاء حتى يوم 7-5 سعيد بنسبة 15% المريخ في السرطان حتى يوم 21-5 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 17-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثغر حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% ونبتون في الحوت حتى يوم 30-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 30-4 سعيد بنسبة 15% هيك بنكون تقريباً انتهينا من هاي التفصيلات الفلكية للحلقة المفصلة أتمنى أني يعني الحلقة طولت فيها لأنه شرحت وصرت كثير من الأمور وهاي ميزة الحلقة هاي أنه اللي بدهم يدخلوا يسمعوها هم الأشخاص المهتمين بعلم الفلك أو اللي بدهم يتعلموا علم الفلك فهدولة يعني أهم شغلة بدهم يتعلموها طولة الروح بدهم يسمعوا يسمعوا التفاصيل يحللوا ويجربوا على أشياء أخرى فبدهم يتحملوا لأنه يعتبروها درس محاضرة أي إشي خليط كله مع بعض فعشان هيك إحنا هيك تقريباً يعني أبعدنا عن الأشخاص اللي كانوا يشوشونا اللي هم بس بدخل بسمعوا برجو بقول لك ليش الرغي وليش الكثير وليش الحكي وليش المش عارف إيش فميزت هاي الحلقات أنه أنا بأخذ راحتي بالكلام كأني أنا بعطي درس تعليمي للجميع اللي بدهم يستفيدوا في هذا الموضوع أتمنى أني أكون وفقت بهذه الطريقة وإذا عندكو اقتراحات أو عندكو أسئلة أو عندكو توجيهات معينة حابين أشرح النقطة معينة اكتبوا لي بالتعليقات فوراً يعني اكتبوا على أساس أنه نعرف إيش اللي برتبه لأنه أنا عادة يعني مثلاً أنا هاي الحلقة بسجل فيها قاعد مساء يوم الجمعة يعني فعشان بيكون في أيام بخليها احتياط لأنه إنتوا عارفين كوضع صحي عارفين الطوارئ اللي بتصير معي كيف ممكن تنعكس الأمور الصحية بشكل مفاجئ فبكون أنا احتياطاً امجهزلكو حلقة على أساس أنه لو صار هذا الإشي أكون يعني ما أقطعكوش بالحلقة فعشان يكون اللي عنده أي سؤال يكتب ليه في التعليقات عشان أنه أكون أنا إن شاء الله جهزت الرد عليه هيك منكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء